جيمي عايز تكلام ع رامي ربيعة انت تاييباً بقالك بتاع خمسة حلقات تتكلم ع رامي ربيعة وهي دي بداية الكلام نعم بالزبط انا بعمل لك الفرشة ليه انه ما شاء الله رامي ربيعة واضح انه مواصل التقلق بشكل رائع جد شاء من شاء وقاب من قاب رامي ربيعة هو افضل مدافع في مصر في الفترة الاخيرة رامي ربيعة هو الحجر الاساسي في التاكتر بتاع كابتن حسام حسن رامي ربيعة بيعمل واجباته كراجل مدافع وبيغطي وراء المدافع اللي معاه وسواء بيلعب في ثلاثة او بيلعبه في اتنين وانعكاس تقييم تقييم كل المواقع او كل محركات البحث المحللة للأداء في كل المباريات الاخيرة في الخمس مباريات الاخيرة رامي ربيعة هو من بين الثلاثة الاعلى تقييماً في منتخب مصر منتخب مصر سجل اهداف مسجلش اهداف نتكتل مباراة ربعة نتكتل مباراة اثنين يعني النهاردة طبيعي اكسبت بهدف وحيد ان يكون خط الدفاع وحرس المربعة ارقامه وميازة اعلى اربع لعيبة النهاردة كلهم بسبعة واربعة من عشرة بينهم رامي ربيعة يعني هو الاعلى مع محمد الشناوي ومع محمود صابر ومحمد عبد منه وهم الاعلى تقييماً في منتخب مصر الرباعي بسبعة واربعة من عشرة النهاردة ليه؟ جبنا لقطتين لرامي وهو اللي بيعمل لك اللونج بقول عشان ما نعيدش نفس اللقطات تاني هو اللي بيعمل لك اللونج بقول هو اللي بيسان فيه انه يدي لك حل في ظل تكاتل كبير من المنتخب الموريتاني فراجل مش بس بيعمل واجباته الاساسية او الواجبات الكلاسيكية للمدافع اه لو هي الدفاع وانه هو يغطي وانه هو يقطع وانه هو يعترض الكرات زي ما جبنا في مباراة موريتانية في القاهرة اخطر كرة المنتخب الموريتاني شالها رمي ربيع النهاردة بتتكلم على ان الراجل قادر يغطي بشكل ممتاز قادر يقرأ مسارات التمرير في كرات الطولية او الارضية بشكل ممتاز قادر انه يقطع الكرة في اوقات مهمة جدا وتشكل خطورة على منتخب مصر بالاضافة لعملية بناء الهجم وكرة الطولية المميز فيها رمي ربيع اللي جبناها من شوية تعالوا نكمل بقى الواجبات الدفاعية وكرتين مهمين جدا شالهم رمي ربيع النهاردة خلوه هو الاعلى تقيما بالتساوي معه سلوس المنتخب اللي بقين بص الكرة دي الكرة دي اتحطت قبل ما نروح للفريم اللي بعد الكرة دي اتحطت كرة طولية مسقطة رغم ان احنا بنلعب بتلاتة بس عندنا الاتنين ونجباكس طيرين فعندك تلاتة بس في الخط الخلفي فكان في مسافة موجودة ما بين الطبيعي لما محمود جاب الوقفة مكان رمي ربيع فينا كريم في الوقفة محمد عبد المنعم هو اللي في النص خالد صبحي على الشمال ورمي ربيع على اليمين تعال نشوف بقى رمي ربيع بيعمل عملية التغطية وراء خالد صبحي فيه كم هبقى الفريم اللي بعده على طول العالي بص هنا رمي ربيع جاي من اقصد يمين لان انت هم عملوا فيك اللي انت بتحاول تعمله هم سحبينك ناحية اليمين في اتجاه الكرة الراجل داخل الكرة دي لو مشت على استقامتها راح انفراد لابو بكاري كويتا في ظاهر رمي ربيع في المسافة اللي المفروض يبقى رمي فيها لقى رمي عمل الاستباق ارى مصاري الكرة وراح شايل الكرة بدماغه في وقت الكرة دي لو عدت انفراد جون الكرة دي لو عدت انفراد الراجل رايح هو ومحمد الشناوي دي كرة الاولانية يلا اللي بعد حطها شايلها نموذج قاطع شايل على جنب عشان الكرة التانية نموذج الكرة اللي بعدها الراجل مكانه هنا فين برضو الترحيل رايح ان رامي ما جاي من اليمين داخل في النص تعالى نشوف رامي هيقطع الكرة دي في توقيت امتى وهيشيلها من اني مكان بص الترحيل كمل 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 هات الفريم لحد من الراجل يوصل للإندلايل بصنا دي هجمة مرتدة على منتخب مصر حين اثنين على البعاك هم فيه تمركز سايق من لعبي توسط الملعب الراجل رايح قاري بص كريم عمال بتحرك مع الكرة عشان يقطع الكرة في مصارها قبل ما تروح وتشكل اهزم بص راجل هشيلها فين الراجل محبش يغامر ابدا فضل واخد اخر لعيب واخد اه مركز على الكرة شايف اللعيب وهو في ظهره قطع الكرة ما امنش ان الكرة تعدي الكرة دي وعدي برضو جول فبتكلم هنا على ان الراجل زود الخبرات زود التركيز الراجل مركز طول الوقت مركز في الشرط الاول مركز في الشرط التاني قادر انه يعمل كل الشغل الدفاعي سواء اعتراضات او اشتراكات او التحامات سنائية عشان كنا كنا نلقع تقييما في المباراة رامي ربيعة للمباراة الخمسة مع كابتن حسام حسن مش بتكلم على مدار الموسم هو متقلق بشدة مع النادي الاهلي خاصة كمان ان محمد عبد المنم مع نهايات الموسم ومع بدايات الموسم مش موجود فانت بتكلم على ان رامي ربيعش هالي العبء الدفاعي سواء لمنتخب مصر في وجود محمد عبد المنم او حتى في ظل غيابه في بعض اللقطات او في بعض الاوات سواء للاصابة وخروج او عدم استدعائه في المباراة خبل الماضية رامي ربيعه هو المدافع الاهم في منتخب مصر ومع كابتن حسام حسن والمدافع الاهم في الكرة المصرية في الوقت الحالي